مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب يا العزاء يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الإبتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم درساً جديداً بعنوان الحساب الذهني التقريب لتقدير نواتج الضرب أهداف درسنا لهذا اليوم أن يستعمل الطالب التقريب لتقدير نواتج الضرب بشكل صحيح اثنان أن يتحقق إذا كانت إجابة التقدير منطقية هيا فلنبدأ بسم الله بداية قرب الأعداد التالية إلى أقرب مئة الرقم الأول أربعمائة وتسعة وتسعون هيا يا أبطال هل تساوي أربعمائة أم خمسمائة أحسنتم طلاب يا عزاء لا بد أنكم توصلتم إلى أن التقريب هو خمسمائة تانيا العدد ثمانمائة وثمانية وستون قربه إلى أقرب مئة هل هو تسعمائة أم ثمانمائة أحسنتم لا بد أنكم توصلتم إلى أن منزلة المئة ثمانية قبلها العدد ستة من أعداد الكريمة تعطي العدد ثمانية ويصبح الناتج هو أحسنتم تسعمائة ثالثا العدد سبعمائة وثلاثة وعشرون هل تقريبه إلى أقرب مئة ثمانمائة أم سبعمائة هيا أبطال أحسنتم لا بد أنكم توصلتم إلى هذه النتيجة الآن سؤال حلو شارك صفحة خمسة وتسعون يتقاضى سلطان ثمانية وأربعون ريالا قطريا عن كل ساعة عمل يقوم بها يعمل سلطان ست ساعات يوميا قدر لتحديد المبلغ الذي يتقاضاه سلطان في اليوم حل هذه المسائل بأي طريقة تختارها هيا طلاب العزاء الحل سوف نقرب العدد ثمانية وأربعون نقربه إلى الخمسون لحظة أن التقريب سيكون إلى آخر منزلة بجهة اليسار آخر منزلة جهة اليسار الأربعة قبلها ثمانية ثمانية تعطي الواحد يصبح خمسون الآن نضرب ست ساعات يوميا ضرب المبلغ الذي يتقاضاه بدل ثمانية وأربعين سوف نضرب في خمسين لأننا تم التقريب إليه وستة ضرب خمسون كم يساوي أحبابي نضع الصفر في البداية وستة ضرب خمسة تعطي كم ثلاثون إذن يتقاضى سلطان ثلاثمائة ريال قطري تقريبا انظر مجددا برر منطقيا حبابي هل ناتج تقديرك أكبر أم أصغر من المبلغ الذي تقاضاه سلطان فعليا لاحظ مرة أخرى أن المبلغ كان هو ثمانية وأربعون قربناه إلى كم؟ إلى خمسون لاحظ أن التقريب أصبح بزيادة عن المبلغ الذي يتقاضاه ماذا تستنتج حبابي؟ أحسنتم إذن طبعا سيكون ناتج التقدير أكبر من المبلغ الذي تقاضاه سلطان فعليا ذلك لأن التقدير الذي قمنا بكتابته الخمسين هي أكبر من المبلغ الذي تقاضاه الآن كيف يمكنك تقدير ناتج الضرب؟ لدينا الآن المثال الأول قدر أربع ضرب ألف تسعمائة وثلاثون لحظ حبابي الطلاب عند تقريب هذا العدد ننظر إلى آخر منزلة جهة اليسار أحسنتم الآن الواحد ماذا يسبقه؟ التسعة من الأعداد الكريمة إذن هذا العدد كله سيكون لأقرب ألف كم يساوي؟ يساوي ألفان إذن سوف نقوم باستبدال الألف وتسعمائة وثلاثون نقوم باستبدالها بألفان فيصبح السؤال أربع ضرب ألفان كما تعلمنا في الحصة السابقة نضع ثلاثة أصفار ثم نضرب أربع ضرب إثنان ويساوي ثمانية النتيجة أن ناتج التقريب أكبر من الناتج الفعلي وذلك منذ البداية لاحظ العدد كان ألف وتسعمائة وثلاثون قربناه إلى كم؟ إلى ألفان زاد العدد وعند الزيادة سيكون التقريب أكبر لاحظوا معي المثال الثاني قدر ألف ومئة وخمسون ضرب ثلاثة لاحظ ألف ومئة وخمسون سوف نقربه إلى آخر منزل نحو اليسار وهو الواحد إذن هذا تقريبا يساوي كم حبابي الطلاب؟ أحسنتم يساوي ألف لاحظ أن الألف هو أقل من العدد الحقيقي الآن سوف نقوم باستبدال الرقم ثلاثة ضرب ألف نضع ثلاثة أصفار ثم ثلاثة ضرب واحد كم يعطي أحبابي؟ أحسنتم يعطي ثلاثة إذن ثلاثة آلاف النتيجة ماذا تتوقع؟ هل الناتج التقريب أكبر أم أصغر بالنتج الفعلي؟ أحسنتم سوف يكون أصغر وذلك لأن التقريب منذ البداية كان أقل من الرقم الحقيقي أحسنتم طلابي الآن سوف نأخذ هذا المثال صفحة سبعة وتسعون باع علي خلال الأسبوع الماضي ألف أربعمائة وخمسة وسبعون فطيرة بسعر خمسة ريالات للفطيرة الواحدة حسب علي مقدار ما جمعه فكان ألفان ومئتان وخمسة وسبعون ريالا قطريا هل ما قام به علي منطقي أي هل الحساب الذي قام به علي منطقي أم لا؟ هيا فلتساعد في الحل يمكنك التقدير للتحقق مما إذا كانت الإجابة منطقية أم لا لاحظوا الرقم حبايب الطلاب في الأسبوع الماضي إذا ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون نقرب إلى آخر منزلة وهي منزلة الآلاف كم تصبح حبايب الطلاب؟ إذا في التقدير يساوي أحسنتم لاحظ الواحد يسبقه الأربعة الأربعة من الأرقام البخيلة إذن هذا الرقم كله سوف يصبح كم؟ سوف يصبح ألف استبدلناه بالألف إذن خمسة ضرب ألف كم يعطي أحبابي؟ أحسنتم نضع ثلاثة أصفار وخمسة ضرب واحد كم يعطي خمسة آلاف ماذا نستنتج؟ نستنتج أن حساب علي ما قام بجمعه كم؟ هو حسب اعتقاده ألفان مئتان وخمسة وسبعون هو ليس منطقيا أبدا لأن عند التقريب حصلنا على خمسة آلاف ويعني بعيد جدا الآن حبايب الطلاب طبق فهمك تمرين رقم اثنان وثلاثة قدر ناتج الضرب لدينا هذان المثالان عزيز الطالب أوقف الفيديو حل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد انتهاء الحل أريد التنبيه إلى أن التقريب سيكون إلى آخر منزل من جهة اليسار في المثال الثانيين تقريب الأقرب مئة سيكون في المثال ثلاثة التقريب إلى أقرب ألف منزلة الآلاف الآن بعد استكمال الفيديو أحسنتم طلاب العزاء لابد أنكم توصلتم إلى النتائج التالية المئة وخمسة وعشرون ألف تقرب إلى المئة أحسنتم لأن الاثنان من الأعداد البخيلة أحسنتم الآن سوف نستبدل بدل مئة وخمسة وعشرون سنكتب المئة السؤال من جديد ستة ضرب مئة يعطي ستمائة أحسنتم طلاب العزاء إذن هذا هو التقدير مثال رقم ثلاثة لاحظ أن العدد ألفان ستمائة وعشرة سوف نقربها لأقرب ألف لاحظ أن الستة من الأعداد الكريمة وتعطي أي الثلاث الاثنان واحد فتصبح ثلاثة إذن ثلاثة آلاف سوف يصبح الناتج ثلاثة آلاف عند الاستبدال سوف يصبح السؤال من جديد أربعة ضرب ثلاثة آلاف كم سيصبح أحبتي نضع ثلاثة أصفار ثم نضرب أربع ضرب ثلاثة يعطي إثنى عشر إذن الإجابة إثنى عشر ألفا والآن تدرب مستقل صفحة واحد وتسعون قدر ناتج الضرب في الأمثلة التالية ستة وسبعة وثمانية عزيزي الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم حل هذه التدريبات وأكمل الفيديو بعد انتهاء هذا الحل أحسنتم طلابي العزاء لابد أنكم توصلتم إلى هذه النتائج ثلاثة ضرب ثلاثمائة يصبح تسعمائة تقدير الألف ثلاثمائة وعشرة يصبح ألف أحسنتم إذن ستة ضرب ألف فيعطي ستة آلاف تقدير اثنان وستون هو ستون وتصبح تسعة ضرب ستون ويساوي خمسمائة وأربعون أحسنتم طلابي العزاء بارك الله فيكم وفي جهودكم والآن أحبتي الطلبة ماذا تعلمنا في هذا اليوم تعلمنا كيفية تقريب الأعداد وتعلمنا كذلك تقدير نواتج الضرب وتعلمنا التحقق من نواتج الضرب من خلال التقدير أحسنتم طلابي العزاء بارك الله فيكم وفي جهودكم الآن الواجب المنزلي يرجى منكم طلابي العزاء حل تدريبات واحد واثنان وثمانية من الكتاب المدرسي صفحة تسعة وتسعون بالإضافة إلى حل الواجب الإلكتروني على موقع مدرسة أن درس الابتدائية الخاصة للبنين وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم الدرس القادم سيكون بإذن الله خاصية التوزيع دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته